من جديد بجد التحية بك كابتن أيمان وضيفك الكرام بكل مشاهدين ومشاهدة متباعي شاشة قناة الناد الأهلي في كل مكان يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأسناء كابتن سيد عبد الحافظ كابتن سيد مباراة صعبة في ظل ضغوط في ظل مواقع يعني أمور شفل كتير من الناس لكن دايما في الموقف الصعبة بتظهر شخصية الناد الأهلي وديد كلمة اللي دايما بتقول عليها الحمد لله طبعا يعني بس في البداية لازم أكد على معنى أنت التسعين ديال الأولى خلصت لكن التسعين ديال الحسم هي في الكاهرة لازم تحسن مش حاجة نكسبنا بنتجة مقبولة ومعقولة جدا في اللقاء الأول لكن هي سم فاني المية وتمانين ديال هي مش مرخة مية فانتهت البطولة يعني أو انتهت دور يعني فانت عندك تسعينية هتبقى في الكاهرة هتبقى أصعب كتير على فكرة يعني لازم تبقى عارفين كده وإحنا وده كمان اللي قاله الكابتل على طول بعد المباراة يعني فيما يخص اللقاء الحمد لله ربعمية يعني حتى الأمور اللي تعرضنا اللي هي في الأول دايت يعني أنا دخلت روم ولتروم كده يعني نحن مش في مشكلة احنا في تحدي احنا مش عندنا مشكلة ولا حاجة احنا نقدر نلعب بس عندنا تحدي كبير جدا الآن والخايف يعني يقول لن مش عايز نلعب وخلاص يبا الموضوع انتهي لكن هننزل الملعب ما فيش أي كلام ولا أي تأثير ولا أي تفكير في اللحظة قبل اللقاء لكن خدنا إجراءاتنا وخدنا حتياطاتنا وخدنا كمان يعني حقنا زي ما بيقوله يعني لأن انت يعني كان اتصال كل ثانية مع كبتل محمود خطيب وكان الأمر ان احنا لازم يبقى عندنا موافقة كتابية من الكاف يعني أنا بحترم طبعا نادي التراجي وبحترم الأمن وكل من قائم على اللقاء لكن في النهاية أنا لما هيك هتحصل حاجة هتكلم عن الاتحاد الأفريقية مش هتكلم مع أحد تاني فكان تصممنا أن لازم يبقى في موافقة كتابية من الكاف اللي نقاحنا بتعهد لسلامة اللعيبة لو حصلت أي حاجة في اللعيبة عشان نقدر أن نرجع عليه في أي حاجة وخدنا التعهد ده كتابيا مكتوبة يعني ما دعا للمراسق وما دعا للمرائب يعني كان سيد بعيدا عن الشق الفني في ظل الأجواء دي كان فيه دور نفسي وشغل نفسي أعتقد الثقة اللي كانت على اللعيبة على مدار التسعين دي بتحسب لدور حضرتك ودور الجهاز الفني دي بص يعني في الأول والآخر التفاصيل الصغيرة التفاصيل الصغيرة هي اللي بتدي بطولة وهي اللي بتطلع من بطولة التفاصيل الصغيرة سواء كان في التحضير أو التجهيز أو المباراة نفسها يعني أنا بشكر اللعيبة زي ما انت قلت وشرحت دلوقتي هي شخصية فرضوا أسلوبهم وانا قلت كده في مصر عافية كل المباراة اللي كسبناها في الترجع هنا كنا احنا اللي راكبين اللقاء فعني مهم جدا ده كان يوصل اللعيبة الحمد لله بشكرهم عليه لكن برضو بقول لهم وبحذرهم من اللقاء الثاني هيبقى صعب بمسهل يعني على الرغم من تغيير طريقة اللعب من 4-3-3-4-2-3-1 لكن شخصية النادلة اللي كانت حضر في أرض الملعب التلاتة اللي لعبه في مطشل النهاردة في مصر ملعب دور كبير جدا الحمد فاتحي لديانجلوسيلا مش عايزة أكرم توفيق لعبه مبارا كبيرة يعني الحمد لله كل اللعيبة هي كل اللعيبة يمكن طبعا أكرم عمل دور رائع جدا ومباراة ممتازة جدا لكن كل اللعيبة كان لها بصميتها ولها شخصيتها ولها أسلوبها وأنا زي ما بقول يعني انت هتبقى نجم كبير إمتى من المطشلات الكبيرة يعني إمتى هتبقى نجم كبير لما يبقى عندك بطولات كبيرة إلا أفهمه ولا أعرفه يعني دايما الأسطورة الأسطورة طالما بيلعب في نادي كبير يبقى بيتحقق بطولات كبيرة يعني ممكن الكلام ده يبقى مقبول إن في ناس تعتزب نجومها وتعتزب بلعبتها لو ما بيلعبوش في نادي أهل شوية فبيبقى مهارة اللاعب بتبقى إمكانيات اللاعب قدرات اللاعب لكن لما بتلعب في نادي كبير اللي بيحسب الكلام ده واللي بيأكد الكلام ده هي البطولات اللي انت بتحرزنها في اللقاء سابق ليك كابتن سايد على قناة الأهلي قلت لسه لنا حاجة في فرادس من 2018 عايزين نروح ناخدها أعتقد النهاردة وفيد بوعدك لجمهير النادي الأهلي الحمد لله رب العالمين لكن برضو هرجع وأقول الحمد لله رب العالمين لكن احنا لسه عندنا لقاء عودة في الكهرة اللقاء ده هيبقى أصعب كتير من اللي هنا لو دخلنا بشخصياتنا وأسلوبنا وحذرنا من كرة القدم إن شاء رحمن هنعدي كابتن سايد ما بيتغيرش هو هو نفس الشخصية نفس العدم بس يكون كويس يعني شكرا شكرا كابتن أيمن داك اللقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيز طبعا عقب ناية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق الترجي بهدف مقابل لشيء شوط أول زي ما قالك كابتن سايد بنطاعه هنا في الفرادس إن شاء الله شوط تاني موجود في القاهرة إن شاء الله النادي الأهلي حقق الفوز وإن شاء الله صعود للمبرارة نهائية